اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الفار معكم احمد ردوان وحلقة جديدة من حلقات الفانتزي رخص الاسبوع اولا نبدأ بفاردي اللي احبط كل الناس اللي اشتريته للمرة التانية على التوالي في تعادل سلبي ضد برايت وهدي كين بيرجع للتهديف تاني بعد توقف طويل جدا من التهديف في موتش انتهت بنتيجة اتنين صفر اللي توتن هام على واسدها مارسيال بيجيب اول هاتريك لمنشستر يونايتد من اخر هاتريك كان جيه في 2013 فان برسي هو اللي جابه فده اول هاتريك ليونايتد من ساعة السير الالكس فرجسن وبيخلي يونايتد ترجع تاني لمنظرها كان منظر فرقة حلوة جدا دفعيا وهجوميا محمدي بيتعادل لأستن فيلا قدام نيو كاسل في موتش انتهى بنتيجة واحد واحد في موتش تقريبا مالوش اي لازمة في الفانتزي اما خيمينيس في خيمينيس كالعادة بيلحق اولفز بفوز مهم جدا يخليهم لسه بيصرعوا على الطوف فور فموتش انتهى بنتيجة واحد صفر وصلاح بجنو اسيست في موتش انتهى بنتيجة اربعة صفر بياثبت ان ليفر بول لما تلعب من غير محمد صلاح بيبقى شكلها مختلف تماما اما افرتون وبينلي كسب كل واحد فيهم كسب واحد صفر وقدام نورويتش وواتفرد ما استفدش حاجة من الموتش ده خالص في الفانتزي غير اللي عنده بوب او عنده لوكاس دين ارسنل اخيرا بترجع للفوس تاني بنتيجة اتنين صفر في موتش مهم جدا لارسنل الكافرقة ولكن اوباميان جي في الفانتزي ولا جون ولا اسيست شلسي تفاجأ الجميع بتكسب منشاست سيتي اتنين واحد ولكن اللي عندهم رياض محرز وعندهم دي بروين ما زعلوش لان اسيست المحرز وجون لدي بروين ريحهم شوية لحد الماء والموتش ده ضمن لليبربول ان هما حسم والدوري بنسبة ماء في الماء قلصنا ملخص ندخل على المرحلة الجاية بس المرحلة الجاية دي انا مأجيلها للسيزن الجاي زي ما قلت لكم في الحلقة اللي فاتت فعلى ما تيجي سيزن الجاي عملت كده فقرة في النص الفقرة دي نملاها لغاية لما سيزن الجاي ونشوف ايه الفقرة دي وممكن في تتخيل او تتوقع الفقرة اللي هتبقى موجودة سيزن الجاي فقرة رقم اتنين هتكون فيها ايه الوقت يقول لكم شوية نصائح كده خدت بدي منها من الاسبوع ده ممكن نفكر فيها في الاسابيع اللي جاي النقطة وان نيكيتا اللي هو مهاجم ارسنل اه بعيدا ان هو جاب جون وقطع كرة من مكارثي هو بيتحرك حلو جدا بيروح الجون حلو جدا طبعا سهره ولا حاجة واربعة واربعة من عشرة اللي هو هو رخيص ارخص حد ممكن تجيبه في اللعبة يكون بيلعب هو جدينود يعني ولكن هو كمان اضمن انك ممكن تجيب من منشاست اللعيبة اكتر اه من اللعيب فمش مستهلك جدينود فنيكيتا صفقة حلوة جدا لو بتفكر في مهاجم رخيص ويكون بيلعب ويكون كمان عنده فرصة وانا سعيد بقول ده وفي نفس الوقت بخاف لان انا بقر عليهم انا من اكتر الناس لما بتقول على منشاستر حاجة حلوة بيروحوا ورا الشمس يعني فمنشاستر دفعين وهجومين كويسين انا شايف انك لو عايز تجيب حد ممكن تجيب وان بيسكى لعيد بنسبة مية في المية لو هو سليم يعني مية في المية بيلعب مفيش كلام وفي الحتة الهجومية عندك برونو وعندك بوجبا وعندك مارسيال وعندك راشفورد محتاج تجيب منهم اتنين على الاقل انسى فرقة شلسي تماما ما ما يجيبش منها حد لو عايز تجيب منها حد اكيد يعني ممكن تجيب هو اللي بان ان هو قدام سيتي لعيب محترم واعتقد ان بن تشالسي عايزة تضمن لامبرد هيفضل يديره فرصة كل ماتش واخر حاجة ممكن اقولها لكم وهو ان ارنلد ارنلد طبعا مع فوز ديفر بول ممكن فيه ماتشات يلعب وفيه ماتشات مع العبش البديل بتاعه واللي بيلعب على حاجة وبيعمل تقديم النفس الارنلد اللي بيعمل ممكن يكون اقل شوية وهو دويرتي اه او رايت وينج باك بتاع وولفز اللي بيعمل كتير جدا وفي نفس الوقت عنده شبيه شوية الارنلد وفقرة تالتة هي فقرة الفنتيسي للجماهير ودي فقرة كنت قلت لكم على الحلقة اللي فاتت وهي فقرة هتكون انك تقول لي اماشي مين من عندي ولو معي فلوس اجيب مين تكون فلوس اللي معي مكفيها ويكون اللي انت مشيته من عندي ده تكتبولي في الكومنتز ان انت مشيته ده اجاب نقط قليلة جدا ولا انت اجبولي ان اجاب نقط عالية جدا فاكتر فرق حد هيجيبه هو اللي هيكسب فمعنا الاسبوع ده تلاتة كاسبانين معنا اتنين قالوا نفس الحاجة ده اسم الاكاونت ما عافش طبعا اسمه ايه ممكن يبقى يولهالي في الكومنتز اسمه ايه بالزبط عشان بعد كده ابقى اقول اسمه الاتنين دول قالوا ان انا اماشي صلاح واجيب مكانه مارسيال طبعا صلاح عمل وجاب حداشر لكن مارسيال جاب هاتريك فجاب واحد وعشرين فالواحد وعشرين دي فرقة فرقة بين واحد وعشرين وعشر وعشرة فهم الاتنين اختلاطهم قد صح ولكن في حد كمان جاب عشرة كمان محمد عمر اللي قال لي اماشي مدافع سوثامتن اللي اضطرد وجاب اتنين وفي نفس الوقت قال لي هاتمكانه اللي جاب تمانية لما تنقص ده من ده هتلاقي برضو ان الفرقة عشرة فهم التلاتة دول اللي كزموا معنا في الفانتيسي الجماهيل تعالوا بقى في فانتيسي الجماهيل للاسبوع اللي جاي بص على فرقتي دلوقتي وبصنا معي فلوس قدي ايه وقول لي اماشي مين من فرقتي دي واجيب مكانه حاول تماشي يلعيب يكون انت متوقع لان في الجاولة الجاية بس هجيب نتيجة وحشة جدا وجيب مكانه لعيب يكون فلوسه معي يكون انا عارف هجيبه دلوقتي بالفلوس اللي معي في نقلة واحدة في الترانسفراية واحدة ويجيب اعلى نقط ممكن اما الدريم تيم فالدريم تيم عمر بيكسب تاني ولكن بيكسب فرق نقطتين عملت فرقة كويسة جدا ولكن كان عندي غلطة ان المهاجمين بتوعي فيش منهم نجمة كده ما فيش حد كنت معتمد عليه لو كنت جبت اي حد ممكن يعتمد عليه ا اكيد كان الموضوع اختلف خسرت فرق نقطتين بس هو كابتن برونو فرناندز بس انا كابتنت صلاح ومع ذلك هو كان عنده العيبة جابت نقطة اكتر بفرق نقطتين بالزبط ومن هنا انا ما عنديش لو انا عايز اكسب ما عنديش اي اسبوع ينفع فهويته لازم كل اسبوع اكسب فبالتالي ده منظر في رقيت ان شافينا قدامكم لدريم تيم بحاول حد ما يعني بحاول على عد ما قدر ان انا اضمن يعني انا مش هبدأ ارعب على ريسكات هبدأ ارعب على المضمون احاول تاخ اخد ريسكات الاسبوع اللي فاتت ولكن خسرت هلعب دلوقتي على المضمون شوية ولكن انتم محتاجين تعرفوا مين هو الكابتن والكابتن بتاعي هو راشفورت. دي كانت حلقة الاسبوع الاتنين وتلاتين اللي هيبدأ بكرة محتاج بسرعة تبدأ تزبط في لقيتك وتكتب لي في لاجابات الجماهير ما تنساش تعمل عشان توصل لك كل الحلقات وتفتح جرس التنبيهات اكيد وكمان تعملي تحت على تويتر لازم تعملي فالو على تويتر لان انا بتكلم على كل حاجة في الكرة على تويتر اا اكتر اكتر ا اكتر مكان بيبقى فيه كلام على الكرة كتير وما تنساش تعمل لايك عشان بتخلي الحلقة دي توصل لأكتر عدد ناس ويا ريت لو عايز تعمل شايل الحلقة دي عشان توصل الفيديوهات دي لناس كتير جدا انت عرف تتفرغ عليها يا ريت اشوفكم ان شاء الله في حلقة الجاية سلام.